في قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ننتبه إلى الفاء الساكنة فقد تكررت مرتين في هذا المقطع فالفاء ضعيفة والسين قوية فالسين تتفوق عليها بوجود الصفير فلا بد من العناية بالفاء هكذا فنقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فلا بد من أن تأخذ الفاء حقها من الرخاوة ومن الهمس هكذا نفس عن نفس نفس هكذا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا